على نحو غير مسبوق أعد أبناء الجالية العربية العدة للمشاركة في الانتخابات البرلمانية البريطانية المقررة في الرابع من يوليو عنوانهم الرئيسي سيكون هو حرب غزة المستمرة منذ نحو تسعة أشهر والمواقف السلبية للحزبين الرئيسيين تجاه خاصة العمال الذي صدم العرب بتأخره في الدعوة إلى وقف الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة ثمت محاولات لرص صفوف الجالية من أجل مشاركة واسعة في انتخابات هذا العام ودعم مستقلين وأحزاب يؤيدون القضية الفلسطينية بوضوح كما دفعت حرب غزة عددا من أبناء الجيل الأول والثاني من المهاجرين العرب على التجرؤ لخوض غمار السباق نحو عضوية مجلس العموم ومحاولة تسجيل أول مقعد للعرب في البرلمان الأقدم حول العالم التقديرات غير الرسمية تقول أن تعداد العرب في بريطانيا يتراوح ما بين مليون وخمسة ملايين يتوزعون على مدن عدة في المملكة المتحدة لكن غالبيتهم يسكنون العاصمة البريطانية لندن وثمت مناطق في لندن يبرز فيها حضورهم كتكتل أي أن كانت أسباب العزوف أو السلبية تجاه الانتخابات البرلمانية فقد تبددت هذا العام بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة وخلال الأشهر الماضية أظهر أبناء الجالي امتعاضا واضحا في الشارع إذا استمرار تلك الحرب وأصبح المهاجرون العرب جزءا من حراك يدين موقف الحكومة والمعارضة منها تتنافس في الانتخابات العامة مطلع يوليو تسعة أحزاب رئيسية وتتوقع استطلاعات الرأي فوز العمال بأكثرية في البرلمان الجديد لكن ذلك لن يمنع احتمال وقوع مفاجآت في النتائج عن طريق الأحزاب الصغيرة أو المستقلين من لندن ينضم إلينا الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد القواص مرحبا بك دكتور شكرا لوجودك معنا العوامل التي ستحكم التصويت من العرب البريطانيين اليوم حياتي لك طبعا هناك طبعا كلام كثير حول الأعداد لأنه ليس هناك إحصاءات دقيقة في هذا الشأن في بريطانيا تحدثون عن عدد المسلمين في بريطانيا تراوح ما بين 3 إلى 4 مليون مسلم منهم بضعة مئات ألاف من العرب وبالتالي هذه الأصوات مشتتة على جنسيات مختلفة وعلى انتماءات مختلفة لكن ما يوحد هذه الأصوات هذه الأيام على الأقل كما رأينا في كل التظاهرات التي خرجت بشكل مكثف واستثنائي أيضا في بريطانيا خصوصا في لندن هو موضوع حرب غزة والطلب الدائم بوقف هذه الحرب لطالما كان الصوت المسلم والصوت العربي ينحاز أكثر إلى حزب العمال بصفته يساريا أقرب إلى بعض القضايا العربية رغم أنه ليس هناك فرق كثير في مواقفه عن حزب المحافظين وهذا ما أظهره في موقفه من حرب غزة بقيادة كيستارمار فبالتالي اليوم هناك تشتت لهذا الصوت وهناك تفتيش أين نضع الصوت العربي الذي سيقاطع حزب المحافظين ولن يعطي حزب العمال في آخر انتخابات جرت في مايو الماضي كانت انتخابات محلية فاز بها حزب العمال بشكل كبير لكنه استنتج أن حوالي تقريبا خسر 40% من الصوت المسلم اليوم الإحصاءات تقول أنه في عام 2019 كانت في الانتخابات التشريعية كان كل أربعة من خمس مسلمين يصوتون للعمال الآن نتحدث عن واحد من خمس والتالي هناك خسارة يحاول حزب العمال بشكل أو بآخر خلال الأيام المقبلة أن يعوضها لكن التركيز حاليا على الحالات الخاصة وعلى المرشحين المستقلين وكما قلتم تماما على مرشحين يأتون من الجيل للشاب ولكن دكتور الصوت العربي في بريطانيا هو قوة اليوم نتحدث عن تعداد من مليون إلى خمسة ملايين نسحب منهم مدون السن القانونية هل الصوت العربي قوة يتخوف منه العمال؟ في بعض الأمكنة في بعض الدوائر بإمكانه أن يكون يسبب ضررا لك بدون أن يؤثر على النتيجة النهاية بالنهاية آخر إحصاءات للرأي في بريطانيا أعطت حزب العمال حوالي 43% مقابل 16% للمحافظين و16% ربما لليمين المتطرف إلى آخره في بعض الدوائر التي استقال كثير من أعضاء في حزب العمال وذهبوا بشكل مستقل إما للانضمام إلى الحزب الذي يرأسه جورج جالاوي للمناسبة جورج جالاوي فاز بالانتخابات الفرعية قبل أشهر وأسباب فوزه كانت موقفه من مسألة غزة أنشأ حزبا وبالتالي كثير من هذه الأصوات الشابة ذهبت إليه وهي مرشحة عن طريق حزبه لكن لا أعتقد أن الصوت العربي بإمكانه أن يغير شيئا في الخريطة الشاملة لهذه الأحزاب لكن بإمكانه أن ينجح ربما كما قلت تماما في أن يدخل إلى البرلمان بأول مرة عضو في مجلس العموم من أصول عربية طيب تعتقد أو يمكن القول بأن حرب غزة الأخيرة ستكون أكثر تأثيرا في الأصوات العربية أكثر من الشؤون الداخلية المتعلقة ببريطانيا لا يسبب ضرورة طبعا هناك رأي عام مناصر لغزة لكن أيضا الصوت العربي أو الناخب العربي هو جزء من هذا المجتمع البريطاني وبالتالي هو يهتم باهتمامات هذا المجتمع البريطاني المتعلق بالقدرة الشرائية والمتعلق أيضا بملفات كثيرة منها الأمن وغير ذلك ومنها المساوات الاجتماعية لكن يبقى هذا النزوع العاطفي باتجاه المنطقة العربية وباتجاه هذه المأساة في غزة علما أيضا يجب الاعتراف أن الجالية العربية ليس لديها هذه الخبرة في ارتياد الأحزاب والانخراط داخلها ومعرفة تماما النظام السياسي في بريطانيا الذي تعرفه جاليات أسيوية كالهندية والباكستانية وغير ذلك والتالي أيضا هذه قلة الخبرة ما زالت حتى الآن عائقا أمام معرفة دخول مجال سياسي غير المجال البلدي الذي يمكن أنهم نجحوا هنا هناك في أن يكون لهم مقاعد طيب قبل في السؤال أخير دكتور محمد أي الأحزاب اليوم التي يعلق عليها العرب أعينهم وأبالهم في بريطانيا غير المحافظين والعمال كان هناك لطالما كان لديهم موقف من حزب الليبراليين الديموقراطيين كان لهم دائما هذا الحزب موقف مناصر القضية الفلسطينية لكن هذا الحزب دائما كان يأتي في المركز الثالث وليس حزبا أساسيا اليوم في استطلاعات الرأي يصل المرتب الرابع لذلك ليس هناك تعويل كثير على حزب معين التعويل اليوم على أن يكون هناك اختراقات في بعض الدوائر الانتخابية ممكن أن تحول هذه الاختراقات من هنا وهناك إذا حصلت كما ذكرتم مفاجأة انتخابية إلى أن يشكلوا مجموعة انتخابية داخل مجموعة من البرلمانيين داخل مجلس العموم لذلك الأمر غامض لأنه ليس هناك تجارب سابقة في أن يكون هناك صوت عربي موحد باتجاه يعني خصوصا أن العرب كانوا مقاسمين بين حزب العمال وحزب المحافظين قبل ذلك اليوم هناك دعوات ومبادرات إلى دفع العرب إلى انتخاب من هو يناصر هذا الصوت الفلسطيني في غز من لندن الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد القواص شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضاحات